اشتركوا في القناة سيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بسعادة الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق وسعادة السيد جوزيف نيتاكيرو تيانا رئيس برلمان شرق أسيا وسعادة السيد أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج كما أجرى وفد الشعبة البرلمانية لقاءا مع سعادة سيد دينيس نوتن رئيس مجموعة العمل المعنية بالعلم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي بحضور سعادة السفير مختار عمر مستشار الأمين العام للاتحاد وخلال اللقاءات الثنائية أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الحرصة والاهتمام بمواصلة العمل على تعميق مجالات التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم ومساندة الموضوعات المشتركة والمصالح الثنائية بين مملكة البحرين ودول العالم وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين البرلمانات من أجل توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا وخصوصا القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب عدوانية تتطلب جهودا دولية مكثفة تسهم في وقف إطلاق النار وضمان وصول إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة وأنوه وفد الشعبة البرلمانية أن السلطة التشريعية تضع ضمن أولوياتها إقامة الروابط البرلمانية وعقد اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع البرلمانات والمجالس التشريعية إلى جانب المنظمات والاتحادات البرلمانية وخصوصا الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا الوفد أن ذلك يفتح الأفاق أمام وضع وتنفيذ برامج وأنشطة برلمانية مشتركة تعزز العمل البرلماني وتطور مسارات الدعم والمساندة المقدمة لأعضاء البرلمانات